ازايكو عاملين اي يا رب تكونوا خير عام بكم وفيديو ديت من حكاية بنات فيديو النهاردة هتحبون جدا جدا اه هو عن الرفايع بس يا ريت ابل ما نبدأ عملوا لايك للفيديو كمان اللي بيشرفنا الاول مرة بليز بليز ياشتراك في القناة ويفيوها للجرس علشان يتابع فيديوهاتي اول با اول ويلا بينا نبدأ. يا عارفة انتو بتحبوا فيديوهات الرفايع قوي وبتزعلوا ما بنزلش الفيديوهات التانية بس بليز اه يا ريت تتابعوا باية الفيديوهات وخاصصا الحاجات الدي اي واي والهندي ميدا علشان بجد ببقى نفسي تشجعوني اول حاجة معنا اه هو الاستاند ده ده استاند معالق اه يا انا انا جابها الاستخدامي كده الشخصي في المطبخ اه معروفة ومنتشرة كنت جابها من فترة طويلة بصراحة اه طالع دلوقتي كمان حاجات اللي هي بتبقى اه مرسومة بقى كلها ورود وحاجات احلى من كده كمان اه بس دي انا جابها زي ما بقول لكم انا جابها طبعا تانية اللي هي الشنطة او بمعنى صحي بتاعتي من الشنطة هي حاجة شبه البوكس كده اه بس ببراه لكم بعد كده دي اسمها البرقة اه وهي يعني اه اربعة وعشرين قطعة اه هحاول افتحها لكم ايه ايه تابيتنا جدا بصراحة على ما فتحتها يني كده صعب اوي في حاجات كده بتبقى متعفلة بطريقة صعبة وبعد افتحها وفي الاخير برضو مش بقى عرف ان انا عقفلها زي ما كانت بس مش مشكلة كالازم افتحها عشان اواريكم برضو اه القطعة بتاعتها اه بصو هي فيها كده من ورا ده كده ومن ناحية التانية بالعكس بتاعة وبيكون بلاستيك او بلاستيك اللي هو اه مخطط كده هي حلوة اه وبسيطة كده وشي برضو حاجة كده للاستخدامك كل يوم يعني هي ستة سكينة اه وستة شوكة وستة معلقة كبيرة وستة معلقة صغيرة اه او يعني اللي هي معلقة حلويات اه هي لونها على فكرة اه موف مش ازرق بس مش عارفة هي طلعة في الكاميرا اه ازرق شوية حاول اطلع لكم حاجة اه بصوا دي السكينة حلوة وشكلها صغير كده اه ده على فكرة من فوق اه بلاستيك مش برسلين اه لانا طالع من دل وقت التركي بيبقى برسلين بيبقى احلى بصراحة اه بس بيكون اغلى يعني بشوفو ساعات في تمنمية والف وحاجات كده وانا اصلا جايبها شنطة غالية اوية يعني انا كنت عايز اجيب حاجة اه وسط وفي نفس الوقت ما تكونش اللي هي كلها عشان تكون شكلها مدرن ومختلف اه طلع لكم برضو الشوكة طبعا هي كل مجموعة متقفلة كده بحاجات اه بص هي موصولة مش قطعة واحدة على بعضها بس متينة يعني وشكلها حلوة اه وخفيفة برضو في الاستعمال اه بصوا دي انا كنت جايبها من تلات سنين تقريبا اه اه هقول لكم برضو المحل في الاخر وكل حاجة كنت جايبها عشان بس ارفع فرق الاسعار ونسل بتسألني اجيب دلوقتي انا مش مخطوبة اجيب ولا ما جيبشوا الكلام ده اه بصوا يا مش كبيرة هي قد كف الايد كده اه انا كنت جايبها من تلات سنين كانت تقريبا بمية جنيه بالزبط اه عايزة لكم سعرها النهاردة ستمية وسبعين جنيه تقريبا او ستمية وتمانين كمان اه فشفتوا بقى فرق الاسعار قدية بصوا دي المعلقة الصغيرة اه هي مش معلقة شاي هي معلقة المفروض ان انت اه لمعلاية حلويات يعني اه وممكن برضو تقديمها لضيوف لو عندك عدد مش كتير يعني ان هم اه ستية بس يعني مش 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 اتنشورات يعني وهبعريكم برضو قطة من لا انا جيبتو التاني اللي هي الشنطة الاساسية بتاعتي الحلوة فيها انها كلها كده على بعضها ايه ده ثاني حقيقة بصوا ده هون هون معروف طبعا هون خشب عادي هو بس يعني صغير كده وكيوت شوية اه انا بحب الخشب اه حتى لو طلع منه دلوقتي الحاجات التركي والالوان البستلو الكلام ده انا بحب الخشب وبيبقى لونه حلوة اوي مع الحاجات البرسلين الاويض والمطبخ البيضة اه فانا حباك يا ديكور كمان اكتر من اي حاجة تانية اه ده بقى اللي هو المنخل اه ده على فكرة منه حاجة شبهو في ايكيا اه بس في ايكيا بيبقى اغلى طبعا كتير من من ده اه ده اسمو لو انت عايزين تجيبو زيو ده حلو بقى تنخلي بيدي يقلي الكيك او لاي حاجة اه وكمان حلو لو بتحط فيه سكر وتعملية على الكحكة او كده اه ده اللي هو الارتوس بتاع الكريمة اه بس وكان زمان بيجي منه حاجة شبه القماش او البلاستيك كده وفيه دلوقتي لوالكيس الحلواني برضو اللي هو بيكون بلاستيك للاستخدام المرة الواحدة وبترميه ده الاسم بتاعه هو عشر قطع اه زي من شايفين كده بس ده اه سيليكون علشان تقدر تستغنميه كتير يعني ويبقى سهل معيك في التنظيف وفي كل حاجة اه بصراحة الماتيريا البتاعته حلوة قوي هو تمن قطع اربعة اه اه اقماع من اللي هي دي اللي بتعملي بيها الكريمة للترات يعني وكده او ممكن بلاح الشام برضو وده الارتوس والقطع اللي هي اللي انت بتربطيهم بيها في بعض اه ده كان في حدود مسلا اه حاجة وعشرين تقريبا هون برضو عشان نسيت اقول لكم كان في حدود حاجة وعشرين يعني ان شاءال في دلوقتي هيكونوا بكم ايه ده بقى اللي هو بما انك جيبت سيليكون في قاريكو الجلافز ده اه اه اكيد برضو شفتو كسير وعارفينه ده جلافز سيليكون علشان لو بتحط ايدك في الفرن يعني بتطلع سنية او اي حاجة اه حلو واستعماله حلو وطريك كده في اليد مع يعني مش هيديك ولا حاجة احسن من مساكات الصغيرة اللي انت عشان لو دخلت يدك بحاجة صغيرة اه بتتحرق اه انا بصراحة ايدي متبهدلة ما بتستحملش اصلا اي حاجة بتعلم فيها زي ما انتم شايفين كده اه فعنا بس الاسف انا جيبته واحد بس مش عارفة ليه جيبته واحد بس يعني فعنا هحتاج ان انا جيب كمان واحد اه فده كان باربعين جنيه وقتها وكان فيه منه انواع ارخص من كده بس ده كان الغالي كده وقتها من ثلاث سنين طبعا كان غلي اه بس دلوقتي مش عارفة هيكون بكم اه دي فرشة كده برضو اكيد كلكم اعرفينها اللي بتحط جواها البريل لو تخسلي بيها اه دي انا جايبها يعني لو مسلا البوتاجيز كده حاجة مسلا اه تكبت عليه او كده يعني اه حاجة مسلا برضو في طبق او حاجة عايزة تشليها يعني قبل ما تخسليها فدي انا جايبها كده الاستخدام ده يعني اه ومش غالية تلاقى في خمستاشر جنيه او حاجة زي كده اه دي اللي هي القشرة بتاعت السمك اللي بتقشري بيها القشرة بتاع السمك لو شايفين كده في الصورة اه حلوة برضو فيها من جنب السلاح ده عشان تفتحي بيه اه السمكة اه وكاية هتلاقى في حدود مسلا اتناشر خمستاشر اه دي بقى اللي هي المعايير بتاعت الكباية يعني من ربع كباية كده وانت طلعها بس مش مكتوبة عليها للأسف السعر كانت ممكن تكون في حدود مسلا عشرين او خمسة عشرين مش عارفة دلوقتي تكون بكام اه وده الاسم بتاعها عايزة اقول لكم بس للاسف اه هو يعني ايه مش واضح قوي لو كده شايفين اه لكن عاجبني فيها ان هي مختلفة عن الحاجات الموجودة قوي دلوقتي اللون بتاعها واللون اللي اخضر اللي فيها احلى من الحاجات اللي طالعها ملونة كتير لسه يجيب بتاعت المعالق برضو اه دي بصوا دي اعلى بتلاجة كنت قلتلكم قبل كده اه ان فيه طقم مفعلة بالتلاجة وتعملين لكم عنه فيديو كامل اقولتلكم ان فيه طقم وانا مش عارفة فين ده اللي هو كان باقي هبه اسيب لكم برضو اللينك بتاعه في اول تحت الفيديو وهسيب لكم برضو لينك الرفاية على الفيديو اللي عملته قبل كده علشان لو حابين ترجعوا وتشوفوا يعني آآ بصوا آآ دي هي علب مش كبيرة قوي هنا مفروض كنت جابيها لانها خمس علب يعني بس للأسف اكتشفت ان هما طلعوا تلاتة بس هي حجمها صغيرة وفيها الكويتش ده آآ وهي بتافل بالكليبسات دي فانا بحب النوع ده علشان بتكون مقفولة كويس آآ محكمة الغلق يعني شايفنين حجمها هي مش غميقة قوي يعني انا جابها مسلا للجبن واللانشون والحاجات يعني في التلاجة انا مش هستخدمها في فريزر كتير على قد ما انا آآ حبها انها الحاجات الصغيرة في التلاجة الاسم بتاعها فود بوكس كده آآ عايزة بس اقوليك الحاجات اللي تغطي بالك منها يكون عليها علامة الكاس والشوكة دي يعني صلاحة للاكلة والشرب وآآ امينة على الدش ووشر وتدخل الفريزر وتدخل الميكرويف آآ لازم تتأكدي من الحاجات دي وطبعا على العلبة هتلاقيهم كلهم موجودين ومسالة صفايف او البي بي آآ فري علشان كده تكون بلاستيك صحي آآ بصوا ده كوستر آآ من ثلاث سنين ما كانش لسه موجود الحاجات اللي هي الوانها بس طيل آآ والحاجات السيليكون المنتشرة دلوقتي والحاجات التركي ما كانش لسه منتشر قويزة دلوقتي كده آآ فكان ده اللي كان موجود وقتها حتى عند ماما عندنا هنا في البيت زي بالزبط هما ست القطاع كده خشب والله يبصوا المركب بتاعته يعني الماتيريال بتاعته حلوة وكل حاجة بتتغسل وما بتبص ولا اي حاجة آآ بس انا حاب ان انا اجيب برضو الحاجات اللي هي الوانها بس طيل وحاجات تركي وكده آآ فده اللي انا جيبته وهبقى اجيب برضو آآ من التاني لما اجيبه اخبار لكم كان في حدود خمستاشر جنيه آآ من كزا سنة برضو آآ اولت لكم برضو الفيديو الرفايع قبل كده ان انا جايبة مقصة تاني آآ للأسف الحاجة من كانتش كلها موجودة مع بعضها آآ فأنا احب ان انا هتبرتبهم معيكم بعد كده ونشوف هنشيلهم ازاي هو مقصة عادي يعني في البتاع الشرشرة دي تقريبا بتعصري بها لمون او حاجة زي كده آآ فأنا انا هبقى اعمل الفيديو بقى وانا برتب الحاجة واحاول اخلي كل حاجة آآ شبه بعضها مع بعض كده عشان تسهل علينا كنت في كرفور الاسبوع اللي فات وجبت الطبق الفاكهة ده آآ عجبني يعني كان شكله حلو كده وكان موجود قبل كده في عروض هقول لكم بقى اللي حصل هو المفروض يعني طبق فاكهة وكده يعني تحط في حاجة لاتخدامك الشخصي يعني للمطبخ آآ كان موجود مكتوبة على الستند اللي محتوطة عليه ان هو بسبعتاشر جنيه وهو فعلا آآ كان نزل من فترة في مجالة عروض وكان فعلا بسبعتاشر جنيه بس كان آآ المفروض ان انا اجيبه بقى دلوقتي يكون السعر متغير آآ بس كان يعني مكتوب عليه سبعتاشر وانا بقى حاسب بقى على الكشير ما بصيتش في الرسيد بعد ما خلصت فما جيت البيت لقيت ان هو باربعين جنيه فانا بصراحة انا جبته على اساس ان هو بسبعتاشر فانتي خلي بالك كنت بيجيبه حاجتك من كرفور ان مش كل الاسعار دايما بتبقى زي ما انتي بتاديها فبيراجع يعني قبل ما تمشي آآ وجبت كمان طبق البيتزا ده انت شفت معي طبق قبل كده اللي هو كان عليه الشيف وآآ وبيعمل كده في الفرن هتسيب لكم برضو الفيديو بتاع رفايا تاني عشان لو حابين تشوفوه آآ جبت منه تاني كنت جايبت انهم ابيض بقول لكم وجبت ده بس ده اصغر شوية ده بخمسة وتلاتين والتاني كان باربعين آآ فكان ده كان عجبني وكنت عايزة جيب منه تاني والوانه حلوة مش شرط برضو كده بس ممكن للا آآ تقدمي عليه صندوشات او اي حاجة آآ ده طعم فتحات هفتحه لكم وارجع آآ الحاجات دي صعبة قوي في الفتح وبصراحة يعني انا بفتحها وفعلا مش ببعرف ان انا ارجح مكانها بنفس الشكل بس كان لازم افتحها علشان اعرف اواريكو كل حاجة فيه هو طعم فتحات كله على بعضه وبالشكل ده كده آآ حلو فيه ان هو كله ولمم حاجات كتير بدل الكركبة كتير دي قطعت بيزا آآ بصوا المفروض ان هي تكون عندك واحدة معدن ومفروض برضو يكون عندك حاجة بلاستيك او اللي هي سيلكون آآ علشان ما تجرحش الحاجة يعني ان انت الصينية او الحاجة اللي هتكونوا عاملها فيها هي من هنا مرسومة كده اقلوب آآ ومن ناحية التانية بتبقى سيدة زي ما انتم شايفين دي الاشورة بتاعة البطاطس او الجزر او الكوسة او اي حاجة يعني آآ حلوة برضو زي ما بقال لكم من ناحية مرسومة وناحية لأ آآ الحاجات دي حلوة في النحعة غير انها كلها مع بعض آآ ده مسان آآ غير انها كلها مع بعض ان هي كلها استلس فالاستلس بيعيش اكتر وما بيكون طعم على بعضه بيكون الماتريال بتاعته حلوة آآ دي فتحت علب بيتونة وعلب سامنة واي علب بقى اي حاجة طبعا طلع دلوقتي اللي هي الحاجات اللي هي آآ اللي هي سهلة الفتح يعني آآ بس برضو ممكن تجيب حاجة تطلع عنها صعبة ان انت تفتحيها فاحتياطي تكون عندك حاجة من دي آآ دي اللي هي هراريسة التوم آآ حاول برضو اطلع لكم آآ انت بتحط مسلا فصل التوم من هنا وتضغطي عليها معروفة واكيد كلكم عندكم منها وبينزل من ناحية التانية آآ سهلة وبتنجز كمان عن المبشورة وعن اي حاجة آآ وهي الحلوة كمان معي ومنهم كلهم شكل بعض كده وشكلهم شيك آآ وقت ما كنت بيجيب آآ دي مصفة آآ علشان يعني انا ممكن اخصص دي مسلا الاعشاب عشان تبقى بعيدة عن المصافي التانية كنت شفتوا معي في فيديو رفاية قبل كده آآ كنت جايبها مصافي كتير آآ وده اللوال فتاحمة آآ البابسي او القولة ما عادتش يعني لها استخدام كتير في الايام دي ما عادش فيه ازاز من دي بس برضو هي موجودة في الطعم يعني كلها على بعده آآ لما كنت بجيب كان فيه منها حاجات بلاستيك بس صاحب المحل لوقتها آآ رشحني دي يعني وقلني دي احلى آآ علشان دي كلها ستلس ويتعيش اكتر يعني من البلاستيك وكمان البلاستيك في الحاجات دي كانت ايديها شبه الجلد كده آآ فاللي هي ايديها الجلد دي مع الوقت من مكان ما بتمسكي لو ايدك مش نظيفة وانت مسكيها آآ بيتتعلم فيها ولونها بيتغير آآ فالاحسن دي تجيبي دي دي انا كنت جايبها بميت جنيه وحاليا دي بتلتمية جنيه تقريبا او تلتمية وخمسين مش فقرة بالزبط يعني كنت شفتها قبل كده مع حد على اليوتيوب وكانت في الحدود دي تقريبا فشوفوا بعفر الاسعار قد ايه من ثلاث سنين او سنتين لدلوقتي فانتي على قد ما تقدري حاول تتسلي وخاصة ان الرفاية دي والحاجات دي آآ هتنجز معيك وهتخلاصي منها آآ ده كان الفيديو يا رب يكون عجبك وتكون استفدت منه عارفة انت بتفرحوا في فيديوهات الرفاية قوي بس بليز ياريت تشوفوا بقى الفيديوهات وتشجعوني انا بصراحة عندي شوية احباط كده وما تنسوش تعملوا اللايك للفيديو ايه وكمان تروا رأيكم في الكومنتات وشجعوني وشاريعوا الفيديو مع اصحابكم واستنوني بكرة ان شاء الله وفيديو جيد باي باي.